السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخبار عاملين يا رب جميع يكون بخير في الفيديو دكتور السودان هيكلمنا عن قصة سواج علي ابن أبي طالب من بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة ونحن في تسلسلنا مع قصته وصلنا إلى وجوده في المدينة ووصلنا إلى السنة الثانية من الهجرة الشريفة حيث كان الزواج المبارك العظيم بين علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة بنت محمد الكاملة رضي الله عنها على بيها أفضل الصلاة والسلام زواج كان مبارك وعظيم لكنه كان زواج فقراء يعني ذكرت لكم أن المهر كان درع الذي يحمي به المقاتل نفسه من سيوف الأعداء هذا كان ما عنده شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك شيء ما عندي إلا هذا الدرع فكان هذا هذا هو المهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دنيا أمامه لكنه كان من شدة كرمة وباختياره قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش مع الفقراء ومع الزهاد فما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء وذا جاءه شيء كما قال عن نفسي والله لو كان عندي مثل أحد ذهب ما بقي منه شيء في ثلاثة أيام حتى أنفقه عن يميني وعن شمالي ومن أمامي من خلفي أو كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يعيشون فهي جاية من بيت فقير باختياره وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مهاجر جديد ما عنده مصدر رزق شاب 23 سنة 24 سنة فبيت في منتهى الفقر هكذا التقى هذان النوران فكون أسرة من أعظم الأسر في الإسلام ومنها النسل النبوي الشريف أهل البيت العظماء فكان منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفي رواية محسن فهذه الأسرة كان لها طبعا هذا الصدى في التاريخ وإلى هذا اليوم وكانت كما ذكرنا يعني معيشة زهد وتقشف انعكاس لما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانعكاس طبعا لحالة الفقرة التي كانت على علي رضي الله عنها طبعا هذا له هدف الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يكونوا بهذه الصورة حتى يكونوا قدوة للناس يعني تخيلوا معي تخيلوا لو كانوا من الأغنياء وعملوا حفلة يعني كما يعملها الأغنياء لصارت سنة يعني هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم بابن عم من النبي صلى الله عليه وسلم لصالت سنة بينما الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل السنة هذه البساطة في الزواج وعدم التكلف وعدم الارتفاع في المهور وأمتالها وانعكاس طبعا هذا في حياة شقاء شديدة عشتها فاطمة رضي الله عنها دعونا يعني نتأمل هذا الموقف الذي يحدث به علي رضي الله عنه بنفسه يقول أن فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى الرحى هي الحجارة التي تضع فوق حجارة أخرى وفيها فتحة يضع فيها القمح وتلف فيضحن فيخرج منها الطحين وعدين يعجن ويعمل خبز وغيرها كانت تعجن بنفسها طبعا عشان تلف الحجر في يد لهذا الحجر ومع اللف يعني يشقق اليد وهذا الذي حدث لها فيقول اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن ووصلها خبر لفاطمة رضي الله عنها أن هناك عبيد جاء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تسأله أن يعطيها واحد من هؤلاء العبيد يخدمها فما وجدته يعني جاءت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة قالت لا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلغي أني أنا محتاجة خادم إيدي تشققت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذكرت له هذا يقول علي يقول فأتانا جاء إلى بيتنا يقول ونحن في الفراش أنا وفاطمة في الفراش ضرب الباب قال أدخل فجينا نقوم من مكاننا قال على مكانكما لا تقوم فقلنا أدخل يا رسول الله يقول فدخل شوفوا الكرامة هذا بيته بيته بيت بنته بيت ابن عمى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما أعطيكم شيء أحسن من الخادم اللي طلبته إذا أخدتما مضاجعكما ليش هو قال لهم لا تقوموا عشان يعلمهم وهو في الموقف نفسه في المطجع في الفراش النوم إذا دخلت فراش النوم فكبّر الله أربعاً وثلاثين وإحمدا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتما هذا أفضل من خادم ليش النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعطيهما قال والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة أهل الصفة في المسجد النبوي خلف المسجد في نهايته طبعاً الآن صارت داخل المسجد في نهايته في مكان مرتفع قليلاً كانوا الناس الفقراء جداً اللي ما عندهم حتى بيت يسكنوا يعيشوا في المسجد على هذه المنطقة فيسمى أهل الصفة وكانوا الناس يأتوهم يعني بطعام يتبرعوا لهم وغيرها يعني يعيشون بهذا فيقول والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم الجوع لا أجد ما أنفق عليهم يعني لو عندي أنفقت على هؤلاء المساكين ولكن أبيع هؤلاء العبيد وأنفق عليهم أثمانهم أحسن مما أعطيكم أنت خادم ظلت فاطمة بدون خادم ووصل الأمر فيها يعني شدة الجوع وشدة التعب أنا أبيعكم تتخيلوا معي هذه الكريمة بنت الكريم هذه فاطمة الزهراء الكاملة كيف كانت تعيش يقول عطاء التابعي العظيم والعالم الجديد يقول نبئته في حديث هذا يرويه الإمام أبو داود يقول نبئته أن عليا قاله مكثنا أياما ليس عندنا شيء نأكله أكل ما في طعام عدة أيام ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء متخيلين شدة الفقر حتى طعام عدة أيام ما في حتى طعام يقول فخرجت وإذا أنا بالشارع ماشي وإذ بدينار من ذهب يقول مطروح على الطريق لقيت على الطريق يقول فمكثت هنيهة أآمر نفسي أخذ ولا أترك أخذ ولا أترك يقول ثم أخذته لما بنى من الجهد من شدة التعب والجوع اللي أصابنا تخيلين معاي رجل وزوجته وأولاده ما عندهم شيء أكله ثلاث أيام ولا أربع أيام هذا تعذيب في السجون الآن هكذا كان رضي الله عنهم أجمعين يقول فأخذت الدينار لقطة من الشارع فأعطيت به الضفاطين الضفاطين هذا اللقب يعطى اللي يأتون بالدقيق الطحين من خارج المدينة هذا التجار اللي يستورد الطحين فاشتريت به دقيقا ثم أتيت به فاطمة فقلت اعجني واخبزي شوفوا الآن يعني توصيف للمشهد كأنك ترى يقول فجعلت تعجن وإن قصتها قصتها يعني ضفائرها وشعرها لا تضرب حرف الجفنة حرف الإناء يعني من شدة انحناءها من التعب شعرها يصيب الإناء متخيلين الإنسان وصل به التعب إلى هذه الدرجة يقول وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها ثم خبزت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قلت يا رسول الله قبل ما ناكله هذا دينار لقيته في الشارع يجوز ناكله شوفوا مدى الورع يعني إنسان بهذه الدرجة من الجوع والخبز جاهز والآن تردد فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه رزق رزق كموه الله عز وجل هذا هدية من الله سبحانه وتعالى ويروي الشعبي العالم الجليل يقول قال الشعبي قال علي رضي الله عنه تزوجت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لي وما لها أنا وياها ما عندنا إلا فراش من جلد كبش من جلد خروف اسمعوا ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار الناضح هو البعير اللي يطلع الماء من البير يدور ويجر الماء من البير يسمونه ناضح لأن الناضح هو رش الماء هذا الناضح البعير اللي عندهم داخل البيت لازم يعطيه الطعام فعشان ما يختلط بالتراب لازم يحطوه على جلد فيقول ما عندنا جلد نحط عليه إلا الفراش اللي ننام عليه فيقول نحط العلف أجل لكم الله على الجلد للخروف اللي نفس الجلد نغسله وننام عليه بالليل يقول وما لي خادم ما حد يخدمني غيرها غير فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هي الخادم الوحيدة الذي في البيت يعني عيشة عجيبة جدا وصف غريب فالذين اليوم في عناء ولا في ضيق يقارنوا أنفسهم بهذه الحالة التي كان يعيشها أكرم زوجين في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ويقول الطبراني في حديث عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال أين ابنائي يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما فقالت اسمعوا هذا الآن ولدين صغار قالت أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه دائق يعني ما في شيء حتى نذوقه حتى تمرن مصها ما فيه فقال علي أذهب بهما خلينا أطلع فيهم ليش فإني أتخوف أن يبكي عليك وليس عندك شيء يبكون من الجوع وأنتي ما عندك شيء تطعيمهم وتحزني لأن الأولاد يبكون فخلينا أطلع فيهم فخرج علي وذهب إلى شخص يهودي فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرف أن ذاهب لهذا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فوجدهما يلعبان في شربة الشربة تعرفون النخلة لما يزرعوها يحطون حوالينها حوض صغير يملؤوا بالماء ففي شوية ماء خفيف كذا فيسمونها شربة فهذا الشربة في النخلة ساقط منها شوية التمر فهما يلعبان في الشربة وفي هذا التمر يأكلان منه فقال يا علي ألا تقلب ابني قبل أن يشتد الحر ما ترجع البيت قبل ما يشد الحر ويصيبهم الحر في الطريق فقال علي أصبحنا يا رسول الله وليس في بيتنا شيء فلو جلست يا رسول الله هذا اليهودي سمح لي أني أجمع من هذا التمر اللي طايح في الأرض يعني مو أقطف من الثمرة بس الأشياء اللي طاحت في الأرض أجمع منها فاسمح لي يا رسول الله اجلس انتظرني أجمع بعض التمر فضل التمر لفاطمة يعني نخلة ساقط منها تمر كم تمر حتكون طايحة يعني ليس موسم زحصاد وهذا فهذا بدايات التمر وغيره يقول فجعله في خرقة ثم أقبل فحمل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الحسنين معه وحمل عليه الآخر حتى رجع بهما إلى فاطمة فأي فقر وأي حال تعيش هذه الأسرة التي هي في منتهى الشرف ومنتهى الكرم ترجمة نانسي قنقر